موسيقى صح على بالي رأيكم تحوصوا على أحسن اختيار يناسبكم لهذا وجدت هذه الأبواب المفتوحة على الجميع باش تساعدكم على الاختيار المهم ما تتطلقوش وشوفوا اللوشوة اللي يساعدكم وتقدروا تدرسوه لانه لازم تكون حاب واش رايح تقرأ اني نهضر معاكم خاطران خلاف كنت في بلاستكم وما عرفش واش نخير لكثرة المعلومات وديفوها ماهيش واضحة المهم نروح لها وحدة وحدة اولا نزوروا موقعي الجامعة والوزارة الموضحين اسفل الفيديو ثانيا تصفحوا كامل الوطائق والملفات الموضوعة تحت تصرفكم من دليل طلب منشور وزاري وتطبيق توجيهكم اللي رايحين يساعدكم بزاف ثالثا وحاجة مهمة بزاف بزاف انكم تحترموا رزنامة التسجيلات اللي رايحين تلقوها على موقع الوزارة وعلى موقع جامعتنا محمد الصديق بن يحيا وهذا شيء اساسي رابعا وعند ملء بطاقة الرغبات لابد انه نركز على تلت نقاط اساسية اللي هي رمز الشعباء تسميتها ومكان توجدها لانه قدر يبعتوك تقراها في قصنطينا عنابة جزائر العاصمة او باي جامعة من ولاية الوطن اه وحاجة خلاف كل الاختيارات مهمة ما تقولش نحط الاول والتاني والباقي نهملهم لانهم قادرين يبعتوك للاحتيار الاخير نعود نأكدلكم مرة اخرى لابد انكم تحترموا رزنامة التسجيلات والمقابلات الشفوية لانها مهمة ومهمة جدا راني حكيتلكم على اهم النقاط الاساسية اللي تساعدكم على التسجيل في احسن وجه باقي بعض النقاط نتحددتلكم عليها ربما اتفيتكم في حياتكم الجامعية تابعوني نشوفوا بون بعد ما هضرتلكم على النقاط الاساسية للتسجيل حبيت نوضح لكم برك واش هي المسارات التكوين اللي هضروا لكم عليها بزا كما تكوين في تسجيل محلي ولا جهوي التسجيل الوطني التكوينات الممهنة الاقصام التحذيرية لازمكم تفهموهم باش تعرف الفرق بينتهم نبدأ بالتكوين دو تسجيل محلي مثلا اذا تحصل طالب على شهادة البكالوريا بولاية جيجل وارد الالتحاق بميدان العلوم الطبيعية والحياة فان تسجيله يكون محليا بجامعة محمد الصديق بنيحيا بولاية جيجل اما تسجيل الجهوي يكون عندما يتحصل الطالب على شهادة البكالوريا بولاية جيجل مثلا لكن الشعب المرغوب الدراسة فيها غير متوفرة في جامعة جيجل فيوجه الى احدى الجامعات الجهوية التابعة للشرق الجزائري والتي تضمن الشعب المرغوب فيها هناك ايضا شعبات تسجيله وطني تسمح بالالتحاق مباشرة بميدان او شعبات تتضمن تخصصا واحدا او تتفرع الى اكثر من تخصص ويقصد بالشعبة ذات التسجيل الوطني هو انه يمكن لاي طلب بغض النظر عن ولاية حصوله على شهادة البكالوريا التسجيل والدراسة في الشعبة التي يرغبها دائما حسب معدلة القبول الدنيا والمقاعد البداغوجية المتوفرة تكوينات مهنية وظيفية يتم ضمانها في اقسام او في معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي حيث تبنى هذه التكوينات بالشاركة مع القطاعات المستعملة وتمنح لخريجيها امكانية الحصول على كفاءات اكاديمية ومهنية تجعل منهم عمليين مباشرة اذ انها مدعوة لتغطية احتياجات قطاع الخدمات خدمات التجارة والقطاع التنوي التحويل وانتاج السلع تشكل هذه الاخيرة فضاءات جامعية خاصة داخل الجامعة مخصصة حصريا لتكوينات انطلاقا من البكالوريا زائد ثلاث سنوات هناك ايضا مستر دو مسار مدمج للليسونس يعني بكالوريا زائد خمس سنوات ويتوج الطالب بشهادتي الليسونس والمستر يوافق تخصصا معينا منذ التسجيل الاول مثال شعبة هندسة معمارية وعمران في جامعة جيجل هناك ايضا اقسام تحذيرية ومدتها سنتين تتوج بمسابقة وطنية للالتحاق بالطور الثاني للمدارس العليا مثل المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات بقسنطينة او المدرسة العليا للاعلام الالي بالجسائر العاصمة فبعد المصدقة على السنتين التحذريتين يشترط للالتحاق بالطور الثاني للمدارس العليا النجاح في المسابقة التي يتم تحديد كيفيات إجراؤها عن طريق التنظيم وترتبط الأقسام التحذيرية بسبع ميادين ألا وهي علوم وتكنولوجيا علوم اقتصادية وتسيير وعلوم تجارية علوم الطبيعة والحياة الرياضيات وإعلام ألي علوم إنسانية واجتماعية حقوق وعلوم سياسية هندسة معمارية عمران ومهن المدينة المدارس العليا للأساتذة تضمن هذه المدارس المسارة المخصصة لتكوين المكونين لفائدة قطاع التربية الوطنية ويتعلق الأمر بثلاث أطوار ألا وهي أساتذة تعليم الإبتدائي المتوسط والتنوي وتحدد المناصب البداغوجية المتاحة لدى المدارس العليا للأساتذة سنويا حسب الطور والشعب والولاية وحسب الاحتياجات المعبر عنها من طرف قطاع التربية الوطنية يخضع التسجيل النهائي في المدارس العليا للأساتذة لشرط السن المحدد بـ 24 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر 2021 بالنسبة للجنسي ولنتيجة المقابلة الشرفوية إذ يجب على المترشح المقبول للتكوين في هذه المدارس التوقيع على عقد التزام مع قطاع التربية بخصوص توجيهه المستقبلي عند نهاية تكوينه بلا من سوى بطبيعة الحال شعب العلوم الطبية ليصبح من خلالها طالب دكتور في الطب، دكتور في الصيدلة أو دكتور في طب الأسنان كذلك شعب العلوم البيطرة مرة أخرى هنيئا لكم راكم الآن في الجميع وهنا يبدأ الصح لازمكم تقرأوا وتجتهدوا لأنه هذا واش رايح يحدد لكم مستقبلكم كامل حظ سعيد للجميع شكرا